هنا قبل ما اتكلم انا في عندي كمان تقرير عشان عاوز اتكلم على حاجة مهمة جدا في حياة محمد عامر وهو اللي تنبأ بيها وهو اللي اختاره والوقت نجمي من نجوم العالم فاكر انت اختيار محمد صلاح فاكر طبعا كان اجيز ازاي اختار محمد صلاح هو طبعا عشان ما نبخص حد هو كان بيتصعد على استحياء قبلية كان محمد رضوان موجود كمدير فني في نادي مقولين العرب وكابتن ريعو برضو جابه من بلده تقريبا كابتن شاحتة اسكندرية كان معايا هنا وقال لي في ملعب المقاولين قال لي الكابتن ريعو قال له تعالى هو الكابتن شاحتة قال له تعالى عشان تشوف لي اللعيب كويس فالكابتن ريعو جاب الكابتن شاحتة وقعد في المدرج قال له اللعيب ده هيبقى نمر واحد عندك في مصر ده سهل جدا ممكن يا حبار ده قصة على لسان الكابتن شاحتة انت بقى أقول لنا على قصة فأنا ساعدته في 2010 كنت موجود مديل فني نادم أولين العرب ساعدته هو ونيني وكان فيه علي فتحي وكان فيه بسم علي كنت جايبه معايا من بترول أسيوت كنت جايبه من الشهداء لبترول أسيوت وجيبته معايا السنة اللي قبلها كانوا مع بترول أسيوت وكان ولد اسمه زيكا كان بيلعب في الإسماعيلي ولعب في الزمالي كان اللعب كويس كان أقوى من محمد صلاح كمان بس هو كان مخه دار مخه كان يعني مش مساعد شوية لاسع لاسع مخه لاسع زمان فصاعدته معايا لعب ثمن مباريات حساسة جدا كنت بنزله في الوقت اللي هو يقدر يعمل الفارق في الزمال انت كنت شايف فيه نفس المواصفات اللي كان بيلعبها لحد الباقي أنا بص هاني رامزي وطارق السعيد لو أنت هاني رامزي أنا حتى طلبت أن هاني رامزي يعلق على هذا المواصفات جاء كان هو مدرب منتخب النشئين ساعتها فجيت قلت له قلت له عندي لعيب اسمه محمد صلاح سنتين هيبقى ميس مصر إيه اللي خلاه إيه اللي شدك في المشاهدة لمحمد صلاح أولا أنا كنت بلعابه كمان في وقات يقدر يدي فيها الفرق أنا مش عايز أحرقه لأنه هو ناشئ وناشئ صغير ما ينفعش أن أنا أحطه في ماتش قوي زي ما حضرتك قلت كده دلوقتي أن ماتش أهل والزمالك ده ممكن يحرق لعيب يحرق لعيب ويواد لعيب في السماء دي حقيقة فأنا كنت بختار له الماتشيات اللي هو أو في الوقت كمان أنزله في الوقت الفرق فائقة ويقدر أنه يقدي لكن كسبني في ماتش كنا باللعب الحرس في اسكندريا كسبناه 200-0 كسبني الماتش دوت لعب ماتش زي مالك لعب ماتش أهلي لعب تمام مباريات أنا السنة الثانية مشيت من نادي المؤولين العرب هو لعب السنة كلها بتاعت السنة اللي أنا مشيت فيها وثالث سنة راح بازل بس سنة في السنة دي أنا اللي عمله العقد لما هاني رمزي جيه قلت له إيه على محمد صلاح تلو لعيب يعني خده وعلى ضمامتي مش هتندم نلعب ده حيبقى ميس مصر بعد سنتين انت اكتشفته كده هو جالب في يوم محمد صلاح وقال لي يا كابتن أنا هروح ألمانيا قلت له إزاي تروح ألمانيا هو ناشي ومتصعد مش معموله عقد فقلت له إزاي هتسافر ألمانيا هتهرب يعني إزاي تهرب وتسفر إيتك ده بعد أنت ما سبت الماولين لا لا وأنا في السنة الأولينية فقال لي ماهونا مش عامل عقده هطلع قلت له كده بتهرب هتهرب فقلت له لأ إحنا أنت تمشي ليه ليه ما تمشيش عن طريق النادي وتفيد نفسك وتفيد النادي فقال لي ماشي يا كابتن طولة تجيب لأبوك بكرة جاب لأبوه وكلمت المشرف عاما على الكورة وقلت له حصل كذا 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 فحنا عايزين نعمل عقود للنني والمحمد صلاح والزيكة مش معمولهم عقود؟ لا مش معمولهم عقود وعلي فتحي وبسم عالي كنت جايبه عملوا العقود؟ عملنا عقود لكل واحد بخمس سنين بكامل عقد في السنة غالي من كان بيتراح لا في السنة يعني ده ناشئ بقى كام يعني تهديبا؟ مش متذكر لكن مجمل الخمس سنين كان ممكن تلتمائة ربعمائة ألف جديد فلما مشي مشي من نادي المقولين العرب مشي عن طريق نادي المقولين العرب طبعا طبعا والغاية لما تدرج من بازل لغاية لما راح تشيلسي كانوا نادي المقولين العرب دخلوا حوالي أربعين مليون جنيه عن طريق التعاقد مع محمد صلاح وتجديد التعاقد كل ما محمد صلاح بيمشي من فرقة ويروح فرقة كان نادي المقولين العرب بياخد نسبة طيب